الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فما زلنا في باب الحج وبالضبط في بيان كيفيته تقدم معنا في أول الدروس في هذا الباب في باب الحج بيان أركانه وواجباته وما يلزم على ترك الواجبات وما يلزم على ترك الأركان ثم بعد ذلك شرعنا في بيان صفته وكيفيته من أوله إلى آخره وتوقفنا آخر شيء توقفنا عليه في الحج في صفة الحج توقفنا عنده إلى المزدليطة إذن الوصول لمزدليطة إذن آخر شيء تقدم معنا هو الوقوف بعرفة وقلنا الحاج بعد وقوفه بعرفة هنيهة بعد غروب الشمس ينطلق إلى المزدليفة هكذا فعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم لنا ذكر واحد الموضع يستحب المرور منه ليس واجب لكن يستحب وهو أن يمر بين المأزمين وهما جبلان معروفا المهم إذا وصلت للمزدليفة من عرفة وصلت للمزدليفة بعد غروب الشمس يعني في الليلة دي العيد الأضحى دي رأي ليلة عشر من دي الحجة فماذا تفعل يستحب لك ابتداءا أن تبدأ بالصلاة توضى وتبدأ بالصلاة فتصل المغرب والعشاء جمعا وقصرا تقصر العشاء طبعا المغرب لا تقصر وتجمع بينهما قال فإذا وصلت للمزدليفة فقصر العشاء واجمعها مع المغرب طيب هل هو جمع تقديم أم تأخير على حسب وصولك إذا وصلت قبل دخول وقت العشاء فهو جمع تأخير وصلت بعد دخول وقت العشاء عفوا فهو جمع تأخير وصلت بعد دخول وقت العشاء فهو تأخير لأنه دابط الفرق بين جمع التقديم والتأخير عموما جمع التقديم هو أن تصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى ما زال الثانية ما دخلش وقتها ستصليها مع الأولى في وقتها هذا جمع تقديم وجمع التأخير أن تصلي الأولى في وقت الثانية يعني بعد دخول وقت الثانية هذا جمع التأخير ومن اللي كان يقول أن تصلي الثانية في وقت الأولى وقت الأولى موسع ليس ضروري يكون أول وقت لا موسع فمثلا لو أن أحدا جمع كان مسافرا عنده حق جمع فجمع بين الظهر والعصر قبل دخول وقت العصر بربع ساعة ما زال ربع ساعة؟ أدل العصر صلاهما معا هذا تقديم أو لا تأخير؟ جمع تقديم شي ضروري يكون في أول وقت إذا صلى بعد دخول الوقت أدن عدت صلى الظهر والعصر فهو جمعه؟ تأخير إذن جمع التقديم تصلي الثانية في وقت الأولى قبل دخول وقتها هذا جمع تقديم صليت الأولى مع الثانية بعد دخول وقت الثانية هذا جمعه؟ تأخير إذن جمعهما وقصر سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا وذلك يختلف لو وصلت بكريل المزدرفة قبل دخول وقت العشاء ستجمعهما جمعة تقديم وصلت حتى الدلعشاء ستجمعهما جمعة تأخير قال وجمعهما مع المغرب وحط رحلك وبيت بها يستحب يسن أن تبيت بالمزدرفة بل بعضهم يعتبره واجبا من الواجبات من واجبات الحج المبيت بالمزدرفة إذن أنت حط رحلك أي متاعك حوجك لهز معك ثم رحلك شير لهز معك في حويجتك والمقصود أنت بيت بها لأنا بغيت تبات رغيت حويجك ما تقش هزهم إذن فالشاهد ينبغي المبيت بالمزدرفة طيب بعد في المبيت مدى يسن قال لك وأحيي ليلتك يستحب الإنسان في ذيك الليلة لغيبات في المزدرفة لهي ليلة الأضحى أن يحيي ليلته بالذكر بأنواع الذكر وبالدعاء بأنواع الذكر والدعاء تتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التهليل والتكبير والتحميد هذا الذكر والدعاء في ذيك الليلة ما استطعتم ما ينس إحياء الليل بالذكر والدعاء هذا سنة في الببيت مزدرفة وهذا هو معنى وأحيي ليلتك بالذكر والدعاء وصلي الصبح إذن ستنعس تستيقظ قبل الصبح لماع الأذان فيستحب لك فهذا النهار هذا أن تصلي الصبح في أول الوقت أش من يوم دبا هذا اللي يطلع الفجر؟ يوم الأضحى يستحب لك أن تصلي الصبح في أول الوقت لماذا؟ لأنك ستذهب بعد في طريقك إلى جمرة العقبة ستذهب لأحد الجبل صغير اسمه المشعر الحرام ويستحب لك الدعاء فيه إطالة الدعاء فيه إلى أن يطلع النهار إلى الإصفار كيف تسمع؟ الإصفار له أول ظهور أول ضوء النهار هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا صلي الصبح في أول وقت باش يبقى لك وقت للدعاء إلى الإصفار وضع المعنى لهذا قال وصلي الصبح في أول الوقت أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قفل الدعاء بالمشعر الحرام له وحد الجبل صغير كان يسمى قديما بجبل قزح اسمى قزح في الجاهلية هذا الجبل هذا كتلقاه في الطريق ديالك إلى مينا هو في آخر المزدليفة آخر حدود المزدلي فوق الدخول مينا كين هذا الجبل اللي اسمته المشعر الحرام قف به للدعاء وهذا من المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته المواطن اللي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته لتابت فيها الدعاء وتخصصها الدعاء خمسة الموطن الأول فعرف والموطن الثاني هنا في المشعر الحرام والموطن الثالث عند رمي جمرة العقبة والموطن الرابع بعد رمي الجمرة الأولى والثانية أيام تشريقي في الأولى والثانية كما سيأتي والموطن الخامس عند الطواف عند الطواف والسعي إذن هذه سنقول جمرة هذا هو الموطن الثالث والرابع الطواف والخامس السعي هذه مواطن دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نشفنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الصفا وأطال في الدعاء وفعل على المروه مثل ما فعل على الصفا وذلك تسمى موضع واحد ونبغي أن في سطوة تكون كثير من خمسة إذن الشاهد ثم قف للدعاء بالمشعر الحرامي إلى الإسفار إشن هو الإسفار؟ هو أول نهار أول نهار مازال ما طلعت الشمس الشمس مازال ما طلعتش تطلع ماشي هو ولكنه لكي يبان ضوء في الكون بمعنى صارت الأشياء واضحة ممكن تشوف الإنسان وهذا الإسفار هذا ردخل في وقت الفجر غيوكي تسمى آخر وقت الفجر آخر وقت الفجر هو الإسفار مازال ما طلعت الشمس لكن آخر وقت الفجر بحيث أسفر الكون يمكنك أن ترى الأشياء وهو أول وقت الصبح والغلس آخر وقته الإسفار إذن تصلت في أول وقت يعني في الغلس وغا تمشي لهذا المكان وتطيل في الدعاء إلى الإسفار طيب من بعد سليتي هذا قل لك ثم سر وأسرع ببطني محسر لأن لمشيتي من ذيك المكان وانت غادي الجمرة العقبة غادي لجمرة العقبة محسر وكي تسمى أيضا بوادي الناري قف ودعو بي المشعار للإسفار وأسرعا في بطن وادي الناري وبطن محسر كي تسمى بطن واد النار هذه طريقة هي اللي جاية في طريقة كنت غادي جمرة العقبة باشترميها فيستحب لك الدزم على الطريقة هذا واحد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويستحب لك الإسراع إلى تزدي من هذا المكان وهذا شيء كامل كرقله لمن تيسر له وإلا في الغالب كثير من هذه الأمور اللي كنت ذكرها الأماكن المواطن اللي كنت ذكره المرور منها بعضها تغير بعضها تقادلت في طريق ما بقاش قاع بطن الوادي وبعضها لا يتيسر لعامة الحجاج المرور منه لأنك يمشي وراكبين ما تفشوش علاج لهم يمشي في الحافلات وفي غيرها هذه الأمور إنما تتيسر لمن ذهب ماشيا اللي يمشى ماشيا وعارف هذه البلايسة يمكنه أن يفعل هذه المستحبات إذن قال ثم إذن هانت غادي غدوز عبطن وحسر فين غتمشي مباشر غتمشي جمرة العقبة لأن يوم النحر فيه أربعة أعمال تستحب فيه لدى هذا الإنسان فيه مزيان اللي هي الرمي وهي على هذا الترتيب الرمي جمرة العقبة جمرة الكبرى ونحر الهدي أو الذبح على حسب الهدي وش جمال ولا بقرة ولا شات النحر أو الذبح والحلق أو التقصير وطواف لإفاضة أربعات الأعمال مهمة في يوم النحر لمن تيسر له ذلك لمن تيسر لمن ممكن يأخر الطواف إلى اليوم الموالي أو الذي بعده إذن نحن نبدأ نبلوه لدى من الأعمال لغدار يوم النحر لهواش رمي جمرة العقبة جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى أنتم تعلمون أن الجمار سيأتينا هذه إن شاء الله ثلاثة الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى الجمرة الصغرى هي التي تلي مينا الوسطى بين الصغرى والكبرى والكبرى هي التي تلي مكة لأنه انت جاي من مينا في الطريق إلى مكة كتدز على الجمرة الصغرى وما متقار بينها الصغرى والوسطى والكبرى متقار بين إذن الصغرى تلي مينا والكبرى تلي مكة فإذن يوم النحر ما ترمي إلى الجمرة الصغرى ولا الوسطى أبدا غترمي جمرة واحدة بسبع حصايات إذن غتجمع غيسبعة الحجارة صغيرة حصايك الفول وغترميها فالجمرة الكبرى فقط ما ترمي إلى الصغرى ولا الوسطى غتدز على الوسطى والصغرى وتجاوزها والوسطى وتجاوزها وتمشيت الجمرة الكبرى التي هي الأخرى وترمي هذه هي جمرة العقابة هي الكبرى قال ثم ارمي حين وصولك العقابة التي تصل العقابة قال لك ارمي وإن راكبا بمعنى يشرع لك أن تذهب إلى جمرة العقابة راكبا وإن ذهبت راكبا معنى سواء ذهبت ماشيا أو راكبا فلا بأسا طيب باش ترمي قال لك بسبعة أحجار كالفول بسبعة أحجار كتسمى حصايات كالفول في الحجم في القدر في المقدار يعني يش المقصود بها أي حجارة صغيرة كالفول حجارة صغيرة كالفول ولا كالحمص قد داك داك صغيرة إذن ماشي القصد هو أن الإنسان يرجم شيئا محسن شيئا له جرم وبالتالي يخصو شيء أدات تكون كبيرة باش يأذي ما سيرميه لا ليس كذلك واضح؟ في جمرة العقبة نرمي تلك الحجار تعبدا لله رب العالمين ومع كل جمرة نقول الله أكبر تعبدا لله ويقال عامة نسكي قولوا هذا رجم للشيطان وليس في ذلك دليل هذا رمي تعبدي نتقرب به لله رب العالمين إذن فكان رميه حجارة صغيرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومع كل جمرة نقول الله أكبر مع اللولة والثانية والثانية ولا يجوز أن نرميها مجتمعة واحد يرمي ذك سبعا ومن رميها مجتمعة لا يجزئه ذلك لا بد كل حجرة كل حصاء ترميها وحدها ولا تقدم معانا إلى عقلته في الواجبات ذكرنا رمي سبع حصايات من الواجبات ولهذا لو فرضنا شيء حضر ما غير ستمر ما شالسابعة ما أداش الواجب وبالتالي عليه هديون لأنه ترك واجبا كما تقدم إذن قال ثم بسبع حصايات إذن المقصود أنه لا يستحب لا يشرع أن تحمل معك حجارة كبيرة هذا من التنطع هذا خلاف السنة ومن التنطع في الدين الواجب اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام أن ترمي بحجارة صغيرة والنبي عليه الصلاة والسلام في عجته لما شاف بعض الناس يرمون بحجارة كبيرة أخذ صلى الله عليه الصلاة والسلام حصاة صغيرة وقال لهم بمثل هذا فارموا وإياكم والتنطع وإياكم والتنطع إذن قال بسبع أحجار كالفولي تساق من أسفل المزدلفة قال لك يستحب أن هذه الحصايات تكون جمعتها من أسفل المزدلفة يعني من اللي بتل بارح بالليل في المزدلفة ديك الساعة أسفل المزدلفة إن المزدلفة أحد الجهة هابطة وجهة عالية فهذه الجهة اللي نازلة أسفل المزدلفة يستحب لك تمشي لها وتجمع منها سبع حصايات يستحب ماشي ضروري إذا جمعتها تلمينا ماشي إشكال لكن لو بغيتي تستن بالنبي عليه الصلاة والسلام رأى هكذا فعل جمع الحصايات في الليلة اللي بات فيها بالمزدلفة من أسفلي المزدلفة وجدها الغد لي وجدها لي ما بعد الفجر لأنهم بعد الفجر غد يرميون الجمع فيستحب لك تنتستنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام تجمعها وتوجدها من أسفل المزدلفة لكن إلا مجمعتها اشتاوصلتي المينان وعدج وقلبتي فلا بس طيب من بعدها احنا سألنا رمي جمرة العقبة باش نقولنا العمل الثاني هو النحر للهدي أو الذبع على حسب النحر إن كان من الإيبل أو البقار مما ينحر واقفا والذبح إن كان الهدي شاتا قال ثم انحر هديك إن أوقفته بعرفة ثم انحر هديك فين دب أنت فين رميتي جمرة العقبة دب أنت في أي أرض دب الآن ثمين أنت ثمين إذن فيستحب هذا كما قلنا في ذاك الزمن دبع هناك مجازر مكلفة بالنحر والذبح واضح؟ الحاج الحجاج دبع الآن ما بقاش عندهم إمكانية أن يذبحوا أو ينحروا وإنما هذا أمر يكلف به المسؤولون هناك وتوضع مجازر فيها موظفون هذه مهمتهم أن ينوبوا عن الحجاج في الذبح والنحر لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى الإنسان ساق معه الهدي وأوقفه بعرفة الهدي دياله كان خلات مما بعرفة وكذا فإنه يوم النحر يذبحه في مينا هذا إن أوقفته بعرفة كما قلنا في الزمن الأول طيب في الزمن الأول إذا لم يوقفه الإنسان بعرفة ما زال عاد بغيشريه فإنه حينئذ ينحره بمكة في أي مكان في مكة ينحر هذا التفصيل كان قديما لما كان الإنسان يتولى ذلك بنفسه بعنا أن يدخل به من الحل طبعا فإن لم يجد طيب أحد من الناس كان طيب شكو اللي غير ينحر بعدها ده بل نحر لا منك يتكلم الشيخ القارن ولا المتمتع ياك أما المفرد فليس عليه هدي ما عليش هدي ما غير ينحر ولا يدبح ماني غير يقوم بالعمل الثالث اللي هو الحلق للتقصير إذن هذا اللي كانت تكلم عليه غير ينحر ولا يدبح هو القارن أو المتمتع ومن غير مكة أما أهل مكة فليس عليه هدي إلا كان هذا الحاج مكي فليس عليه هدي الهدي على الآفاقي وهو من كان من خارج مكة كما سيأتي إن شاء الله تنصيص عليه إذن ثم انحر هديكي نوقع سوي عرفة ثم العمل الثالث شوى قال ثم حلق رأسك أو قصر لا يجذكر الحلق لأن الحلقة أفضل الحلق أفضل من التقصير لكنه جائز التقصير جائز والحلق كذلك جائز غير هو اللي أفضل استنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالسنة القولية والفعلية لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم بعد ذلك قال قيل له المقصرين قال والمقصرين وإلا فقد دعا ابتداء للمحلقين ثلاثا اللهم ارحم المحلقين قيل والمقصرين قال والمقصرين والله تعالى في كتابه بدأ بالمحلقين قبل المقصرين قال لتدخلون المسجر الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا إذن الشاهد قال ثم احلق رأسك إذن هنت درتي الواجب الثاني يوم النحر طيب الواجب الثالث عفوا الثالث يا كتابه الثالث قلنا الرمي والنحر والحلق أو التقصير ثم ما شو قالك طواف طواف الإفاظة اللي هو ركن من أركال الحج قالك الشيخ ثم سر للبيت فطف وصلك ما تقدم سر لبيت الله الحرام للكعبة باش طوف طواف الإفاظة سبعة أشواط هدمت إذا تيسر للحاج ذلك أما إذا لم يتيسر له خاصة اشك نقوله دبا تيسر لأنه فوقنا والزحام شديد وأناس كثر إلى غير ذلك مما هو معلوم فلا يتيسر لكل الناس الطواف ولو أراد كل الحجاج أن يطوفوا لا وقع أمر عظيم لا تأذى الناس ولهذا فبعضهم كيطوف يوم الناحر وبعضهم كيطوف في اليوم الموالي وبعضهم في اليوم الذي بعده على حسب على حسب التيسير ولا بأسة الطواف مش شرط أن يكون يوم الناحر نعم يسن أن يكون يوم الناحر لمن تيسر له إذا قال ثم سر للبيت فطف وصلي كما تقدم يعني بالصفة اللي تقدمت معنا غطوف وتصلي بعض الطواف ركعتين إلى آخره قال فارجع فصلي الظهرة بمينان يعني 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 ركتفتي ودرت هاتشي كامل قبال بيأدي الدور وغاتترجع وتصلي الدور في مينان هاتشي كان قديما يتعذروا ذلك الآن إلى رجعتي مع المغرب المينان رمزيا يقلك فارجع لأن هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا خاوية ومكينش زحام ومكينش كده ويمشي راكبا على ناقته صلى الله عليه وسلم إذن من عارف المزديفة ومزديفة المينان ومن مينان المكة البيت هاتشي كامل راكبا على راحلته صلى الله عليه وسلم فإذن طاف ورجع وقدن عليه الظهر في مينان وصل الظهر في مينان قال لك فارجع فصلي الظهرة بمينان وبيت بها المقصود اللي بغيت بكم أن صلاة الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشف مينان ليس من الواجبات هاتشي كامل مستحب اللي هو واجب هو المبيت بمينان تبات فيها هذا واجب تقدم معنا الكلمة عليه مبيت ليلاتين ثلاثين بمينان ليالي تشريق هذه كلها قلنا تعد واجبا واجب مركب من المبيت ثلاثا بمينان ثلاثة ليالي اللي هي ليالي تشريق لغير المتعجل أما المتعجل يبيت ليلتين وله الإنسان قصر غفل إلى وحدة لم يمكث أكثرها في مينان لا يعد آتيا بالواجب وبالتالي عليه أهدين ليلة الوحدة لم يمكث أكثرها بمينان إذن الشاهد ترجع وصل الضهر وقالنا كله مستحب لواجب هو المبيت فوق ما يصر الإنسان الرجوع يرجع معه الضهر إلى عاصر والمغرب إلى العيش قال فارجع فصلي الضهر بمينان وبيت هو المبيت هذا من الواجبات وارمي طيب ها أنتا بتي اليوم الموالي اللي هو نهر 11 دي الحجة تاني عيد 11 ياكو وأول يوم من أيام تشريق أشغد دير شنو العمل اللي عندك عندك عمل واحد اللي هو رمي الجمارات ثلاث يعطر مي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة بسبع حصايات وتقول ما قلت في جمرة العقبة الله أكبر عند كل جمرة مع كل جمرة هو الترميل الجمرة الأولى فإذا رميت الجمرة الأولى فيستحب لك أن أنك تفوت ديك الجمرة في نرميتي الجمرة الصغرى أن تفوتها على اليمين وتستقبل الكعبة وتدعوها وأن تطيل في الدعاء دي من المواطن اللي يدعى فيها النبي عليه الصلاة والسلام من اللي تدعيم زيان تتعي تمشي للجمرة الثانية راه أحداك تم ما يزتيشي شوي تمشي للجمرة الثانية أحداك وترميسها بحصايات من أي ناحية في أي ناحية يسترلك راه الجمرة ضايرة إذن من أي ناحية يسترلك ترميها من هاتجي ولا هاتجي ولا هاتجي رميسها بحصايات كل وحدة بوحدة الله أكبر الله أكبر عندما تنتهي يستحب لك تمشي على شمالها الآن الشماء وتستقبل الكعبة وتطيل في الدعاء من اللي تعي من الدعاء أشباقي لك الجمرة سالثة الكبراء تهي ترميها سبع حصايات مع كل حصى الله أكبر عندما تنتهي مباشرة تذهب إلى مكان نزولك بمينان لا دعاء بعد جمرة العقابة يستحب الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية الصغرى والوسطى بعد الكبرى ما كينش الدعاء غير ترمي وتنصارف هاتشي كتديروا في اليوم الأول والثاني والثالث نفس الكلام اللي قلنا في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام تشريق لغير المتعجل المتعجل في اليوم الأول والثاني قال رحمه الله طيب وشنا هو وقت الرمي شوف وقت الرمي قال لك وارمي الجمارات الثلاثة من الغد عند الزوال إذن خاص يكون رمي الجمارات بعد الزوال وهذا مذهب الجمهور أنهم يشترطون للرمي أن يكون بعد الزوال وذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم أنه يجوز أن يكون الرمي قبل الزوال يعني في الصباح لإنسان يمشي ورمي بعد صلاة الفجر يصلي فجر رمينا ويمشي ورمي الجمارات لكن الأحواط أن لا يفعل الإنسان ذلك إلا لضرورة الأحواط أنه يخلي تلمر الزوال وعادي يمشي ورمي هذا هو الأحواط مر الزوال ليس ضرور يممر الدور ممكن تلمر العاصر يبرد الحال شي شوية مر العاصر قبل المغرب وحد تسوي عاصر ويمشي إنسان يرمي هذا أحسن قبل الزوال أفتابه بعض أهل العلم المعاصرين تبعا للحنفية لشدة الزحام بعض أهل العلم أخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله وقال لا بأس برمي الجمارات قبل الزوال لضرورة الحاصلة الآن ليهاش؟ وقد علم أنه في كثير من الأعوام قد مات كثير من الناس في رمي الجمار كان يوقع الزحام أكثر في رمي الجمار خاصة قبل بناء الطوابق ديال الرمي كان ديك ساعة طابق واحد لأنهم علاش كلهم بغير من بعد الزوال ويجتمعون في وقت واحد وكذا فبعضهم قال لهذا الحرج لا بأسه لكن يقال لمن أراد فعل السنة ولم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره رمي الجمارة بعد الزوال أحوط وأيضا هو سنة قال من الغادي عند الزوال بسبع حصايات لكل جمرة كل جمرة كثرة ميابسة فإذا شحال من حصاي سنجمعوه واحد وعشرين حصاتا ومين سنجمعوهم؟ من مينان؟ بلاصل اللي إحنا فيها من نزول ديالنا ويستحبو جمعوها بالليل مثلا أنت غدا إن شاء الله سترمي الجمارات في مينان خلو جمعوا العشاء ولا هدا وجمعوا واحد واحد وعشرين حصا سبعة 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 واحد وعشرين وإلى جمعتي كثرة حتياطا ربما شيء واحدة تبغي ترميها وتطيح لك في الأرض أو كذا وجمع الإنسان زاد شيء ربعة ولا ثلاثة احتياطا إلا أحتاج لهم ما شيء غير منهم ما غير منهم شيء يقول له تحت لي شيء وحدة ولا هذا فلا بأسا فيستحبو جمعوها بالليل في الأيام كل هذه الجمارات اللي غرمي غدا نجمعوهم بالليل نوجدهم قد إن شاء الله هذا كلهم استحب جمعتها تلغب لي لا بأسا إذا واحد وعشرين حصات في كل يوم لأننا كل جمرة غرميوا فيها سبعة قال رحمه الله بسبع حصايات لكل جمرة قدر أسراع قراءة سورة البقارة ما هو الجمرة الأولين؟ الصغرى والوسطى هاضح هما الأولين طويلاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايا قدر سورة البقارة دعاق إذا كنت طوال في الدعاء بعد دعا جمرة الأولى والثانية قدر إسراء قراءة سورة البقرة قال لك قدر قراءة سورة البقرة مع الإسراء وقدر قراءة سورة البقرة مع الإسراء ده بالآن 5 واربعين دقيقة تقريباً 5 واربعين دقيقة مع الإسراء يعني القراءة بالحذر ولا بالتدوير أما بالترتيل قد تأخذ منك ساعة تقريباً ساعة أو أكثر لكن مع الإسراء اللواء أكثر لا يكون 5 واربعين دقيقة تقريباً أو 50 دقيقة لكن هذا المقدار واش واجب؟ خسك توقف الدعاء؟ لا هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا يطيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا استطعتي ما استطعتيش دعي خمسة دقائق ربع ساعة عشرين دقيقة على قدر جهدك واستطاعتك لا يكلف الله وسلم لا وساعة لكن خسك تعرف أن هذا موطن يستجاب فيه الدعاء موطن من مواطن الاستجابة واجعل ذلك في ثالث النحر والرابع لأنه على جدب أولا أش من يوم كي يتكلم لك على ثاني النحر ثاني عيد لي كنسميه إحنا ثاني عيد لي وحداش من دي الحجر قال لك هاتش يدرتي دبا اجعله في ثالث النحر ورابع النحر ويكبر مع كل حصات ذكرنا إياك الله أكبر ولا يقف عند جمرة العقبة هو لينصرف الجمرة العقبة هي الكبرى ستوقف غمر الأول والتانية الكبرى قال لك لا ما توقفش لا يسن لك الوقوف غير مي وانصرف كما فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طيب هاتش كما لذكرنا التاني لغير المتعجل أما المتعجل قد يقول قائل شو المتعجل شو حد مزروب ما بغاش يزيد ليوم الثالث من أيام شرق له ذلك أهله شرعا ذلك الله تعالى كيقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى لش كان الأفضلاش بإجماع الفقه الأفضل عدم التعجل والتأخير إنسان يزيد لكن اللي بغي تعجل فله ذلك ومش يضرور يكون عنده عذر يقولوا لي شنو العذر ديالك فلان لا هذا شي ما فيه لا عذر لا والو بغي تعجل فله ذلك بلما يكون عنده التعذر غير يا ولا تعب ولا بغي يستراح ولا بغي يزور شي حد بغي يزغي يومين في تسريق ويمشي بحاله فله ذلك لا 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 شيء عالي لكن له ذلك بشرط وهو أن يخرج من مينان قبل غروب الشمس أما إلى غربة عليه الشمس في مينان ذلك النهار الثاني لازمه المبيت بمينان ورميه الجمار في اليوم الثالث ولا واجب عليه بغي يسقط عليه الواجب خاص يخرج من حدود ديال المينان قبل غروب الشمس غربات عليه الشمس و هو ناوي الخروج لا يجوز يلزمه المبيت مبيت من الواجبات ورميه الجمار في اليوم الثالث إذا المقصود متعجل لم أ بغيش يزيد ثالث بمعنى كأن نرمي الجمار في اليوم الثالث نفل لمن خرج قبل الغروب. كنت تعتبر نافلة ولكن بشرط. اللي خرج قبل غروب الشمس. من غربت عليه الشمس صار واجبا عليه. مش ضروري كما قلنا نقول لي واش عندك شيء عذر. لا ذلك على حسب إيمانه وتقواه. بغي يزيد يزيد بغي يتعجل يتعجل. قال واجعل ذلك في ثالث نحو الرابع يكبر مع كل حصى ولينصريف. وإن شاء تعجل في يومين من أيام منا. فارما وانصارف في اليوم الثاني. يوم الثاني من أيام شرق يرمي وينصارف. ولاحظ الشيخ ما قالش تلك بشرط. بقيد. بعذر. لا بلا عذر. بغا يمشي يمشي. الله تعالى في القرآن قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب فإذا خرج من مكة طاف طواف الوداع. إذن ده بفرضنا أنه انتهى من مناسك الحج. خلاص إلا كان طواف الوداع مازال ما طافوش. مازال ما طافش طواف الوداع. إذن فل فليطوف بعد ذلك. طواف الوداع ما تيسترش لي في اليوم الأول. إذن اليوم الثاني الثاني الثالث الرابع الخامس. رأي قلنا شهر دي الحجة كله يمكنه أن يطوف فيه طواف الإفاضة. طواف الإفاضة دي اليوم العاشر. إلى ما درتيش شهر دي الحجة كله للطواف. حتات سرقاء أيام منا نتمشي وعبر طواف الوداع على بأسه. واضح المعنى؟ شهر دي الحجة كامل له. طيب هنا واحد المسألة بقيت علينا في الهدي اللي قلنا واجب على القارن ولا المتمتع. قلنا في يوم النحر خصه هدي. وقلنا بشرط أن لا يكون من أهل مكة. أهل مكة ليس عليهم هدي ولو حجوا قارنين أو متمتعين. طيب قد يقول قائل اللي ما عنده استطاع عيد بحل هدي. ما عندهش فلوس. ما عنده استطاع. ما عندهش مال. يشتري به هديا. فقير. معدم. ليس له مال. بشي شري لهدي. الجواب فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة حجي. فما استيصر من هدي. يعني فعليه ما استيصر من الهدي. ما تيصر من الهدي. بمعنى من الإبل والبقار والغانم. فما استيصر من هدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. طيب هاد سبعة أيام في الحج. وقتاش ممكن يبدأ الصيام ديالها. الجواب يشرع له أن يبدأ بها من وقت إحرامه. واحد مثلا عارف رسو فقير. ما عنده شف. بشي شري لهدي. عارف رسو. الحالة دياله عارفة. وما عنده من يجي المال في ديك الفطرة. وأحرم هو دخل في النسك ديال الحج. فديل قيعدة. نفرضو إحنا في النص ديال ديال قيعدة أحرم بالحج. يجوز دي. منذ إحرام ه بالحج. يصوم هديك ثلاثة أيام. آه يجوز. من حين إحرامه إلى يوم عارفة. طيب ولا ما صامش. فدل من إحرامه إلى يوم عارفة. لا يجوز له يصوم يوم النحر. يتجاوز غيوم. النحر يوم عيد. ما يصوموش. وله أن يصوم في أيام التشريق. واضح؟ أيام التشريق. خيكون هو محظم بلعاء. يصوم في أيام التشريق. هذا وقتش. لا فاته. الصيام من حين إحرامه إلى يوم عارفة. فله أن يصوم أيام التشريق. قد يقول قائل أيام التشريق. لا يجوز صومها. أي نعم لا يجوز صومها إلا للحاج. فقط. هذا استثناء. يوم النحر هذا لا استثناء فيه. أيام التشريق لا يجوز صومها إلا للحاج لبغي يصوم مكان الهدي. هو الذي يرخص له النبي عليه الصلاة في ذلك. جاء في صحيح البخاري بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يرخص في أيام التشريقي أن يصمنا إلا لمن لم يجدي الهدي. لم يرخص يعني لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أيام التشريقي أن يصمنا. لأنك تسمى أيام عيد تاية. إلا لمن لم يجدي الهدي. يعني اللي غي يصوم ثلثي يوم. وليس يدرون أن تكون متتابعة. يجوز أن تكون متفرقة. قد صوم نهار أسبوع تنهار وكذا إلى آخر. ثمن المنا. هذا لمن لم يجدي الهدي. قال الشيخ فإذا خرج من مكة. أبعا لك أن تكلمك شيخ صافي. سألنا صفة الحج. الإنسان انتهى من النسك وبقى واحد الأيام في مكة. قبل أن نمشيه الطواف الوداع. لأن طف وداع صافي غدا صافر ترجع له. لكن الإنسان انتهى من مناسك الحج. أهو دار طواف لإفادة ورمال جامعة وكذا كذا. يتحلل من إحرامه وينتهي. لكن بقي شيء لهو. وهو في مكة. ما الذي يستحب له من العبادات؟ الجواب يستحب له الاكثار من الطواف. انت جلس في مكة ما زل السفا بيك عشرة أيام ولا أسبوع ولا خمسة عشر يوما. يستحب لك ما دمت في مكة. أنت تجتهد في العبادات. اجتهد. حضرت الصلوات الخمس كلها في المسجد الحرام. صلاة فيه بخمس مائة ألف صلاة. صلاة فيه بألف صلاة. صلاة فيه بمائة ألف صلاة. وفي مسجد النبي عليه الصلاة الصلاة بألف. وفي المسجد الأقصى بخمس مائة صلاة. فيستحب لك أن تكثر الصلاة في المسجد الحرام. ويستحب لك الاجتهاد في الطاعات عموما وخاصة واحد. العبادة لا توجد إلا في البيت الحرام. اللي هي عبادة طواف. ولهذا يستحب الإنسان يكثر من الطواف. أن يكثر من الطواف. ليس ما شاء من الأشواط. ليس سبعة أشواط. سبعة أشواط. ويتوقف ثم بعد ذلك في يوم موالي ولا في المساء يطوف سبعة أشواط. على الأقل كل يوم يطوف سبعة أشواط. إن قادرة. معنا هذا أمر يستحب لإنسان الإكثار منه. علش؟ لأن هذه العبادة إذا سافر فارقها. لم يستطع فعلها. ما يمكنش تقرب بها الله. وهو ليس في مكة. ولذلك ينبغي الاجتهاد والجد. طيب الإنسان ينبغي يخرج من مكة. سافر راجع. مسافر راجع إلى وطنه. قال فإذا خرج من مكة طاف طواف الوداع. وتم حجه. طاف طواف الوداع وانتهى حجه. إذن فيسن له على سبيل التأكيد أن يطوف طواف الوداع. ذكرنا أن طواف الوداع ليس بواجب عند الجمهور. مثلا فيها خلاث بعضهم أوجبه. قال هو من؟ الواجبات. وعند جمهور الفقهاء وسنة مؤكدة. وليس بواجبين. إذن يطوف طواف قال وتم حجه. انتهى الأمر. طواف طواف الوداع وغير صافر. كذا. طيب فالطواف الوداع شوه وقته؟ يستحب أن يجعل المرء طواف الوداع آخر عهده بالبيت. مثلا عرف صوا من مور الظهر. ما غير عودش يرجع لمسجد الحرام لأنه عنده السفر. مثلا قبيل العصر أو بعد العصر بقليل. عنده الطائرة مور العصر بساعة. خاصه يكون في المطار قبل ذلك بساعتين أو بثلاث ساعات. إذن العصر ما غير يصليش في المسجد الحرام. إذن فلي يطوف بعد الظهر. يصلي الظهر. واضح؟ إلى عارف صغير ترجع للعصر. فأخيري الطواف إلى العصر. طوف إما قبل الصلاة ولا مور صلاة. مش إذا روية تتصلي. الحساب الوقت. حساب ما يمكنك أن تطوف قبل صلاة العصر أو بعد صلاتي. عارف صغير ترجع المغرب إذن خلي الطواف تل المغرب. طفق بالمغرب. ولا بعد المغرب على عسب ما يناسبك. لكن يجعل هذا هو آخر عهد لك بالبيت. بمعنى ما تقولش مع عارف كان راجع نصلي العصر. ولكن أرى نحيد علي طواف الوداع في الظهر. واضح المعنى. هذا خلاف السنة. تقول نحيد علي أنت أنه محدي دابا ناشط وكان حس بقوة. نطوف دابا طواف وعدا في الظهر. وخانا راجع نصلي العصر. لا لا ينبغي. خلاف السنة. قال لي هتل العصر. جيت صلي العصر. طفق قبل ولا. ولا بعد. أداء مستحب. طيب إلا الإنسان قال أنا طفط طواف الوداع بعد دوره. ما غير رجعش للعصر. ولكن في الحقيقة ما غديش نخرج حتي أدل العصر تقريبا. ولا قبيل الأذان. هذا كوالوقت المناسب لأنه غيف وتعليه وقت السفر. لكن رأي نبقات مما وحد جوز ساعات ولا ثلاث ساعات بعد طواف الإفاضة. غدي نبقى ننتظر الحافلة. ولا نوجد المتاع. ولا شيء ما. من المسائل المتعلقة بالسفر. فهل هذا يؤثر؟ لا لا يؤثر. لا إشكال فيه. واضح ما لا. هذا لا يؤثر. إلا الإنسان طاف. وتأخر بعد ذلك لجمع الأغراض وترتيب المتاع. ولا معه عائلة. ولا أقارب. وتأخر لقضاء حاجاتهم الضرورية. ولا ينتظر الحافلة. ولا بحو ذلك. فهذا لا يضر في تأخيره للطواف الإفاضة. ركيت تعتقى الودع. يعتبروا مؤخرا. لا حرج في ذلك. طيبي للإنسان كان عنده وحد بعد انتهاء فراغه مناسيك الحج عنده سفرة إلى مكان ما إلى جدا ولا إلى غيرها ثم سيرجع عنده وحد سفر لغارض ما لزيارة ولا لغارض ما. ولكن غير يرجع على المكة ما زال ما سافرش هو من مكة. غير يرجع على المكة بش يسافر البلاده. يعني كان مسافري زائرا لأحد وكذا ما زال ما راجعش إلى أهله. فلا بأس أن يؤخر طواف الودع إلى أن يرجع. واضح؟ لأن هذاك رمشي توديع سفره من مكة لا يعد وداء توديعا لها. غادي يقضي وحد الغارض ولا مسافر ولا غزو الأقارب وغير يرجع للمكة. توديعه لمكة هو من يهز الرحل والمتاع دياله يسافر الأهل. راجع الأهل الودع والودع حين إيدين عاد يطوف طواف الودع. خرجتي ديك خرجه ورجعتي ما زال استم طالبا بطواف الودع. قال الشيخ وتم حجه إذا انتهى الحج. لكن الشيخ لما ذكر ما يفعله الحاج باعتبار الكيفية ختم بالتنبيه على بعض الأمور التي تمنعه على الحاج. والمعتمر طبعا. هذه دبلة اللي يختم بها تسمى محذورات الإحرام. المحرم بحجين عمران منوع له يدير هاد الأمور يرتكب هاد الأمور. قال وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ كُلُّ مَا يُحِيطُ بِالْعُضْوِ وَإِنْ بِفَسْخٍ أو عَقْدٍ كَخَاتَمٍ وَسَتْرِ وَجْهٍ. من المحذورات على المحرم يحرم على الرجل كل ما يُحِيطُ بِالْعُضْوِ قد تقولون هاد شرة ذكرناه من يتكلمنا على واجبات الإحرام في الدروس اللي سبقات إلى عقلته. فمن يتكلمنا على واجبات الإحرام ذكرنا أن من الواجبات التجرد من المخيط. عقلته. المحيط ركنت تونغي استطرادا. الشي هذا هو محل دي. غيزنا للفائدة. قلنا كما يمنع عليه المخيط يمنع عليه المحيط. وكنا ذكرنا الفرق بين المخيط والمخيط. لكن تجرد من المخيط هذا يُعد من الواجبات. من واجبات الحج. وقد سبق لنا أن من ترك واجبا فعليه هدي. ولبس المحيط هذا من المحذورات. من الممنوعات. واضح المعنى من الممنوعات. ومن فعل ممنوعا غيجي معناش خصه. هذا خص الفيديا. واضح المعنى. من فعل ممنوعا فعليه الفيديا. ولهذا ما قال الشيخ. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ كُلُّ مَا يُحِيطُ بِالْعُضْوِ وَكُلُّ مَخِيطٍ لا لم يذكر المخيط. ذكراش. المحيط. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ كُلُّ مَا يُحِيطُ بِالْعُضْوِ وَإِنْ بِفَسْخٍ أَوْ عَقْدٍ كَخَاتَمٍ وَسَتْرِ وَسَتْرِ وَجْهٍ بمعنى كل ما يُحِيط. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يُحَاطِ بِالْعُضْوِ مِمَّا يُفْسَخْ أَوْ مِمَّا يُعْقَدْ. مثلا عنده عقداء ولا عنده شيء. طريقة من الطرق كنعقدوه بها. أو مما يُفْسَخْ هو ما يُنزع. لأنك تعرفوا ما يُحِيط. مثلا كي ذلك الباندل اللي كنسميوها الباندل اللي كنديروها. هذي كيفاش كنحيدوها نفسخوها. وكين بعض الأشياء تُحيط لكن كنحلوها. من اللي كن بغيو نحيدوها نحلوها. كتكون معقودة بعقدة أو بشيء بزير من الأزرار أو نحو ذلك. إذن قال لك وَإِنْ بِفَسْخِينَ أوْ عَقْدِينَ. هو أعطانا المثال قال لك كخاتمين. الخاتم هذا محيط بالعضو. آه محيط. وهو مما يُنزع. مما يُفْسَخْ لا يُحَل. يُنزع. مما يُفْسَخْ. وَسَتْرِ وَجْهٍ. إنسان استروجه وغطوجه بشيء. أحاط وجهه بشيء ما. مثلا ندخل شيء حاجة لرأسه. وكانت سواء كانت مما يُفْسَخْ. ولا مما يُفَكْ. مما يُحَل. إذن هذا المحرم الأول. المحذور الأول من محذورات الإحرام. المحذور الثاني. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرَأَةِ لُبْسُ قُفَّازٍ. وهو ما يُحِيطُ بِالْيَدِ وَسَتْرُ الْوَجْهِ إِلَّا عِندَ تَسْتُرِ مِنَ الرِّجَالِ. إِذَا وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرَأَةِ لُبْسُ قُفَّازٍ. هذا مطلقا. لماذا؟ لأنه محيط بالعضو. محيط بل. والمرأة إحرامها كما علمتم قبل في وجهها وكفيها. الرجل إحرامه في البدن كامل. والمرأة الإحرام ديالة في عضوين في الكفين وفي الوجه. فلا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين. وبالتالي يحرم عليها لبس قفاز لأنه محيط بالعضو باليد. لهو محل إحرام ديالة محيط بالأصابع ومحيط بالكف من الباطني والظاهري. إذن بالتالي لا لبس القفاز فعليها فدية. قال وهو وعرف لك القفاز وهو ما يحيط باليدي. وستر الوجه إلا عند تستر من الرجال. إذن ستر الوجه. النقاب يحرم على المرأة عند إحرامها بحج أو عمره. إلا عند رؤيتها للأجانب. بغى تستر عن الأجانب. فحينئذ تسديل ثوبا على وجهها. رجل نتف تستر عن الأجانب ما ستلبش. النقاب الذي يربط لكي تربط. لا. حينئذ سترخي عليها ستارا واسعا وتجعله خلف ظهرها من فوق رأسها. فإذا رأت في مكان ما الأجانب قد يراها الأجانب وهي في الأصل تستر وجهها. فإنها ترخي ذلك الثوب. تسدله على وجهها باش تغطي وجهها. هذا معنى قوله إلا عند التستر من الرجال. مش معنى إلا عند التستر من الرجال. فلا بأس أن تلبس النقاب. لي أصلا ما لابسهش. هي أصلا ما لابسهش. هي واضعة واحد الثوب خلف ظهرها ومن فوق رأسها. واضعة استعدادا وتهيئا لظهور رجل. فمتى ظهر رجل سدلته. ليس لابس النقاب. النقاب لا تلبسه. طيب هذا الممنوع. الممنوع السيد قال ويمنع المحرم سواء كان رجلا أو امرأة. هذا عام لغا نذكره دابا. من الطيب والدهني أن يدهن بشيء إما بزيت ونحوه مما يدهن به. من المواد الحديثة دابا للدهان ولا الزيوت كين الزيوت وكين المواد السائلة التي يستعملها الرجال والنساء. الدهنيات اللي الإنسان كي يدهن بها كفيه وللواجه ولكذا. هذا يحرم على المحرمي. قبل أن يتحلل التحلل الأول طبعا. ما اللي غير يتحلل التحلل الأول أو يجي معنى إن شاء الله لا بأس بلي الدهاني. لكن قبل التحلل الأول. هذه الأمور كلها منع عليه. إذن يمنع عليه الطيب. والدهن أي للدهان بأي شيء منه. قد يقول القائل إنسان يغسل الده بالصابون. لا بأس بهذا لم يكن فيه طيب. لأن غسل يديني بالكافور أو الصابون هذا ليسا الدهانا. هذا غسل. ماذا يسا كده للدهان؟ هذا غسل. الدهان هو اللي ممنوع. قال وقتل القملي. آه القملي إنسان كي يطلع فوق القملي. وهذا الأصل أنه منوع له أن يقتل القملي. فإذا تدرر بالقمل جاز له قتله ووجبت عليه الفدية. إذا الإنسان كتر له القمل فقراص كيمشي لي كده ويتأذى به. فحين إذن جاز له للأذى للضر أن يقتله وعليه فدية. ربما تعرفوا الآية اللي نزلت تذكروا الفدية رأى سببها سبب نزولها. هو الصحابي الذي تأذى بالقملي. سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمنع على المحرم أن يقتل كده كده. قملان ولا غيره. فامتلأ رأسه بالقمل حتى صار يتصبب قملا. فبلغ به ذلك مبلغا شديدا من الأذى. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء وحد صاحب ينسى وقال لي رأى فلان وقع له كده وكده. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لم أظن أن الأمر قد بلغ بك. ما بلغ. ما أظن نزع ما وصلت إلى هذه الحالة. فأمره أجاز له أن يقتل القمل ونزلت الآية اللي فيها الفدية. إن شاء الله بعد الأدى نذكرها. إذن قلنا الآية التي نزلت فيه رضي الله تعالى عنه هي قول الله عز وجل. فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صداقة أو من سكر. أو به أذم من رأسه. هذا الصحابي كان بلغ به الأمر مبلغا شديدا ما استطاع أن يصبر. صار القمل يتناثر على رأسه. وكي ينزل. فقال لهم بس ما كنت أعلم أن الأمر بلغ بك هذا الحد. فأمره أن يخلق رأسه لأن ذاك القمل لا يمكن أن يزول. فحلق رأسه ووجبت عليه الفدية. أما من فعل مخالفة دون عذر فهو آثم وعليه الفدية. هذا هو الفرق. لدى مخالفة من المخالفة بالعذر ليس عليه الإثم وعليه الفدية. كنت مالك الثارة ولا الفدية. قول ما شئ. ومن فعل ذلك بلا عذر. وبعذر ليس عليه إثم وعليه الكفارة. إذن قال وقتلي القملي. ممنوع الأصل أنه ممنوع لي. ما شئ القملي. القامل ولا الذباب ولا أي شيء. يمنعوا عليه قتلهه. ولو يكون طالع عليك مع الجسد. مادم ما كنش الأذى. ما زال النمل طالع عليك. ولا أي حشرة من الحشرات. إلا ما ستثني غتجي معنا واحد للخمس كتسمى الفواسق. الذي يجوز قتلها في الحل والحرم. ما عدا ذلك للنمال، للذباب، لا يجوز قتله للمحرم. قَالَ وَقَتْلِ الْقَمْلِ وَإِزَالَةِ الْوَسَخِ. لإنسان يغتسل ويزيل وسخ. هذا أمنوع من محذورات. نعم إنسان يغتسل للتبرد دون إزالة الوسخ. لا بأس بهذا. لكن إزالة الوسخ كما هو معلوم لا ينبغي للمحرم. هذا من المحذورات. وأنا نذكره علاج الدليل. وَقَصِّ الظُّفْرِ كذلك يمنع المحرم. ماذا؟ قص الأذفار وقص الشعر طبعاً. قص الشعر في أي مكان في الجسد. أي شعر في الجسد في أي مكان لا يجوز لك قصه ولا حلقه ولا نتفوه. وكذلك الأذفار لا يجوز قصها سواء كان ذلك بآلة أو بالأسنان. لا يجوز ذلك. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا لدخوله في عموم التفث المذكور في قول الله عز وجل بعد الفراغ من الحج. قال ثم ليقضوا تفثهم. التفث هو ما يلقى على الجسد مما يكرهه الناس. من وساخين وظفرين وشعرين وغير ذلك. فالله تعالى أمر بإلقائه بعد الفراغ من الحج. ثم بعد الفراغ ليقضوا أي ليلقوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وهذه الأشياء تعد من التفث. طيب إلا الإنسان دار شي محضور من هذه المحضورات. أشعى عليها وقال لك شيء. فإن فعل شيئا من ذلك لازمته الفدية. كتسمى الفدية؟ أولا الكفارة. شنو هي هذه الفدية؟ صيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين مدان لكل مسكين. أو ذبح شات يدبحها حيث شاء. هذا ليس شرط يكون بالغ الكعبة. لخاص يكون بالغ الكعبة هو الهدي. هديا بالغ الكعبة. واضح؟ أما هالذبح شات فيدبحها في أي مكان كان حيث شاء. إذن هذا الشرح هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو تفسير للآية. الآية جاءت مجملة. والبيان ديالها جاء في السنة. لأن الآية شفيها قال ففدية من صيام شحال غيصوم ما مذكورش. أو صداقة شحال مخدر الصداقة ما مذكورش. أو نسك. وجاء بيان ذلك في السنة أن الصيام هو صيام ثلاثة أيام مجتمعة أو متفرقة. أو إطعام شحال ستة مساكن. لكل مسكين مدان. مدان؟ إيشنا هو مدان؟ نصف صاع. نصف صاع لكل مسكين. ده هو المقدار ديال الصداقة. نصف صاع لكل مسكين. والأمر الثالث أن يدبح حاشات. طيب هاد الأشياء الثلاثة واش الحاج دي لدار شي محذور؟ هو مخير فيها ولا هي مرتبع لهذا الترتيب خاصه يصوم ولا مقدرش. الجواب أنها على التخير. هذه كفارة على التخير لا على الترتيب. هو مخير يدير اللي يبغى منها الثلاثة. إما يصوم ثلاثة أيام ولا يطعم ستة مساكن. ولا يدبح حاشات يتصدقوا بها الفقراء ومساكن. هو بالتخير ولو كان غنياً وبغي يصوم ثلاثة أيام فله ذلك. واضح؟ هذه من الكفارات اللي جات في الشرع. بالتخير لا بالترتيب. لأن الكفارات في الشرع نوعاً كينا بعضها بالترتيب وبعضها بالتخير. هذه من الكفارات التي جاءت بالتخير. قال فإن فعل شيئاً من ذلك لازمته الفيدية. ثم غير يذكرنا مازال محذورات أخرين. غير يقول إن شاء الله يأتي شرحنا في الدرس الآتي. ويحرم عليه صيد البري فإن قتله فعليه جزاؤه إلا الفرد. حاجة أخرى الثاني إلى الإنسان صاد صيد البري. هذه الكفارة والفيدية دي له شيء مستقل. ماشي هذه الفيدية المذكورة. واضح؟ إذن عندنا ما يجبر بالهدي تقدم. وعندنا ما تلزم فيه الكفارة إحنا تكلمنا عليه. وعندنا أمور أخرى ليس فيها الهدي ولا الكفارة المذكورة فيها كفارة أخرى. تأتي إن شاء الله في الدرس الآتي والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.